ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادية وذلك بحضور محافظة البنك المركزي حسن عبدالله وعدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزية بهدف مواجهة الظروف العالمية الرهنة التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة في ظل استمرار تداعية الأزمة كما تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث قال مدبولي أن توجيهات الرئيس السيسي تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين وذلك سعيا للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية ترجمة نانسي قنقر